بعث صاحب الجلالة الملك محمد نسادس برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة المرحوم الفنان عبد الرحيم تونسي ومما جاء في هذه البرقية فقد تلقينا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه الفنان الكوميد القدير المرحوم عبد الرحيم تونسي أحسن الله قبوله إلى جواره وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك لأسرة الراحل ومن خلالها لكافة أهلها وذويها ولأسرة الفقيد الفنية الكبيرة عن أحر تعاز جلالته وصادق مواساته في فقدان أحد رواد الفن المصرح الكوميد الهادف بالمغرب والمشهود له بالأصالة والإبداع مستحضرا جلالته بكل تقدير ما كان يتحل به رحمه الله من دماثة الخلق ومن روح إبداعية مرحة برع في تجسيدها في شخصيته التلقائية عبد الرؤوف والتي بسم بها على مصار فني متألق واستطاع من خلالها أن يشد إليه جمهورا عريضا من محبي وعشاق أسلوبه الفكاه الراق والمتميز لعقود ترجمة نانسي قنقر